توصلت الدول الضامنة لمفاوضات السنة بين المعارضة السورية والنظام لاتفاق بشعن مناطق خفض التصعيد لتشمل مدينة إدلب ومحيطها وأعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوب إن مناطق خفض التصعيد ستكون لستة أشهر قابلة للتمديد مضيفا إنها لن تؤثر على وحدة سوريا وذكر رحمنوب أن جولة القادمة من المفاوضات ستجرى في نهاية تشرين الأول المقبل وتكون تتم لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة